أكد وزير الخارجية تركي مولود شويشوغلو على موقف تركيا الداعم للمعارضة السورية وفق القرار الدولي 2254 جاء حديث شويشوغلو في تغريدة نشرها على تويتر على حسابه وقال أغلو التقينا برئيس الاتلاف الوطني السوري ورئيس هيئة التفاوض السورية ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وأضاف ناقشنا أخير التطورات في سياق الملف السوري وتابع جددنا دعمنا للمعارضة والشعب السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 من جهته أكد المصلة تمسك قوى الثورة والمعارضة السورية بتحقيق أهداف الثورة وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مع وزير الخارجية التركي بحث مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية المتعلقة بالملف السوري أكد أن تركيا حريف قوي لقوى الثورة والمعارضة السورية وداعم كبير لتطلعات السوريين في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية